بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيك أزائي طلاب وطالبات الصف التاسع في شرح درس جديد من دروس كتاب اللغة العربية بالصف التاسع الفصل الثاني درسنا لليوم هو من دروس القراءة بعنوان كيف نعتني بأنفسنا ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ نأتي الآن إلى ما بين يدي النص سلام موسى هو مفكر مصري طبعا هو كاتب هذا المقال أو هذا الدرس ولد عام 1887 ميلادي صافر إلى فرنسا وإنجلترا لإكمال دراسته وكان من دعاة التحديث وفته المنية عام 1958 ميلادية من أهم مؤلفاته تربية سلام موسى وحرية العقل يؤكد الكاتب في مقالته على أن الإنسان يحدد نوع الحياة التي يعيشها بناء على عادته في تعامله مع الأشياء المهمة في حياته ومنها الوقت والصحة والمال والقراءة فهو بذلك يصن كرامته الإنسانية ويعطي معنا لحياته وفيها أيضا دعوة إلى التمسك بالعادات الإيجابية والمحافظة عليها نأتي الآن إلى شرح الفقرة الأولى طبعا الفكرة الأولى للفقرة الأولى هي أن الحياة فرصة لا تتكرر فاغتنمها نحن نعيش مرة واحدة في هذه الدنيا فلما لا نعيش فيها أحسن عيش مستطاع؟ نسكن أفضل المنازل ونقرأ أفضل الكتب ونأكل أطيب الأطعمة ونتمتع بالسفر إلى الأططار المختلفة ورؤية معالمها ومفاتنها ونزداد مع تقدم العمر حكمة وصحة وتجارب وعلما ولكننا لن نستطيع أن نحيا هذه العيشة ما لم نعمد إلى أنفسنا فنربها ونعودها على العادات أو نعودها العادات التي تساعدنا على الرقي في مدارج الفضل والذوق فإن الجسم الإنساني سريع الطاعة للعادة ينقاد إليها ويؤديها عن رضا وارتياح وأنت عندما تقرأ سيرة أحد العظماء تعجب لوفرة أعماله وتتساءل كيف توافر له الوقت أو أسعفته صحته أو كيف أخلص له أصدقائه حتى أمكنه أن يؤدي هذه الأعمال كلها إذن الفكرة الأولى لهذه الفقرة أن الحياة فرصة لا تتكرر فيجب اغتنامها ما معايير العيش الجيد برأي الكاتب هي الصحة والسكن والطعام والثقافة والحكمة بما وصف الكاتب جسم الإنسان في الفقرة السابقة وصفه بأنه سريع الطاعة للعادة ينقاد إليها ويؤديها عن رضا وارتياح معنى كلمة أقطار أنحاء مفاتنها أي جمالها الرقي معناها التقدم مدارج بمعنى مسالك ينقاد بمعنى ينساق وفرة بمعنى كفرة لما لا نعيش فيها أحسن العيش أسلوب استفهام غرضه الحف أي أن الكاتب يحثنا على هذا الشيء كيف توافر له الوقت أسلوب استفهام غرضه التعجب مضاد كلمة أطيب أخبث مضاد كلمة مفاتن قبح مضاد كلمة رضا سخط كلمة أفضل هي عبارة عن اسم تفطيل ما الجمال في العبارات الآتية؟ مدارج الفضل والذوق طبعا شبه الفضل والذوق بالمدارج الجسم الإنساني سريع الطاعة شبه الجسم بإنسان يطيع مفرد كلمة أقطار قطر مفرد كلمة مفاتن مفتن مفرد كلمة مدارج مدرج نأتي الآن إلى شرح الفقراء الثانية إن الوقت والصحة والفرص في واقع الحياة متوافرة لنا جميعا وإنما تضيع منا لأننا قد اعتدنا عادات سيئة فهذا رجل يرجع فشله في الحياة مثلا إلى أنه اعتاد أن ينضي كل يوم من وقته نحو ساعتين في الركود على المقهى كأنه الماء الآسن لا حركة فيه ولا تفكير ولا هم تخرج منه أنفاس الدخان في كسل وطراخ كمن ينتظر الموت أن يأتيه فهو لا يتمتع بالحياة ولا ينتفع بنعيمها ولا ينفع غيره وثمت رجل قد اعتاد مخاصمة الناس فهو في نزاع دائم فهو في نزاع دائم مع كل من يعرف يقضي وقته في قيل وقال وفي مشاغبات في المحاكم وهو منغس مشغول غير شاغل مفيد طوال حياته مشغول في غير شاغل مفيد طوال حياته ولغيرهما عادات أخرى مشابهة تنفر من مصادقتهم وتجعلهم سلبيين في مجتمعاتهم فأولئي وأمثالهم قد اعتادوا عادات سيئة تقصيهم عن التمتع بالحياة الهادية المستقرة وربما يموت الواحد منهم في سن الستين أو السبعين وعقله في مستوى عقول الصبيان لم يتهذب بثقافة ولم ينضج بقيم ولو عددت ما قضاه من الوقت في فارغ الشؤون لبلغ سنوات عديدة من عمره إذن ما سبب ضياع الفرص ما دامت متوفرة لدينا جميعا لأننا قد اعتدنا العادات السيئة طبعا الفكرة الثانية الرئيسية لهذه الفقرة هي أسباب الكدر في الحياة ما الأثار السلبية الناتجة عن ممارسة العادات السيئة واعتيادها تقصي الإنسان عن التمتع بالحياة الهادئة المستقرة وتجعله سلبيا في مجتمعي كيف يمكن استثمار الوقت بشكل جيد؟ بقضاء الوقت في عادات نافعة مثل القراءة وزيارة الرحم والجلوس مع العائلة وممارسة الرياضة معنى كلمة الركود السكون الآسن أي الراكد همة بمعنى عزم قوي مخاصمة بمعنى مشاجرة نزاع بمعنى خلاف منغص بمعنى مكدر أو مزعج يرجع بمعنى يعزي تقصيهم بمعنى تبعدهم ماء الجمال في العبارات وكأنه الماء الآسن شبه من يقضي وقته في المقاهي بالماء الراكد تخرج منه أنفاس الدخان كمن ينتظر الموت أن يأتيه شبه المدخن الذي يجلس في المقاهي بمن ينتظر الموت عكس كلمة تقصيهم تقربهم عكس نزاع وفاق عكس فشل نجاح عكس منغص هانئ عكس الآسن الجاري عكس تنفر تجذب ما نوع الأساليب إن الوقت والصحة متوافرة أسلوب توكيد طبعا لا حركة فيه أسلوب نفي إنما تضيع منا لأننا قد اعتدنا أسلوب قصر لو عددت ما قضاه من الوقت في فارغ الشؤون لبلغ سنوات أسلوب شرط العلاقة بين كلمة نزاع ومخاصمة علاقة ترادف تخرج منه أنفاس الدخان في كسل وطراخ تدل العبارة السابقة على إضاءة الوقت فيما لا فائدة فيه والحاق الضرري بالصحة لو عددت ما قضاه من الوقت طبعا ما هنا في هذه الجملة لو عددت ما قضاه من الوقت هي ما الموصولة بمعنى الذي أي لو عددت الذي قضاه من الوقت إذن ما هنا نوعها موصولة إعراب كلمة نحو يقضي نحو ساعتين طبعا هي عبارة عن ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره نأتي الآن إلى شرح الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة بعنوان عادات سليمة فنحن إذن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا ونعودها منذ الصبع عادات تلزمنا مدى حياتنا فتزداد سعادتنا وتتم منفعتنا لأنفسنا ولغيرنا وأهم هذه العادات تلك التي تحفظ لنا صحتنا مدى حياتنا فإنه لا هناء ولا تمتع بلا صحة وقد قيل إن من الناس من يحفر قبره بأسنانه لكثرة نهمه ولكننا نعرف الآن أن الصحة تضيع بأشياء أخرى أيضا غير الطعام منها قلة الرياضة ومنها اعتياد الشراب أو سائر المخدرة ونحن في حاجة إلى اعتياد القراءة فإن الميزة الحقيقية التي تميز الإنسان عن الحيوان هي أنه مكرم مثقف وإذا عشنا بلا ثقافة لا نقرأ ولا نفكر في تاريخ هذه الدنيا ومصيرها وعلومها وآدابها فإننا نعيش عيشة الضنك والعدم فيجب أن نغرس في نفوسنا عادة أو عادة الدرس وحب القراءة ونعيش مدى حياتنا طلبة مجدين في جامعة الدنيا إذن الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة هي عادات سليمة كيف تصبح حياتنا بلا ثقافة ولا قراءة؟ طبعا تصبح حياة ضنك أي حياة ضيق وتعب وأيضا حياة عدم معنى كلمة نهمه أي حبه للطعام مصير بمعنى مآل الضنك هو الضيق ضيق العيش مجدين بمعنى مجتهدين على ما تدل العبارات يحفر قبره بأسنانه دلالة على شدة نهمه وعدم شعوره بالمسؤولية تجاه نفسه فإنه لا هناء ولا تمتع بلا صحة طبعا العبارات تدل على أهمية الصحة وضرورة الحفاظ عليها الميزة الحقيقية التي تميز الإنسان أنه مكرم مثقف طبعا العبارة تدل على تكريم الله تعالى للإنسان إذا عشنا بلا ثقافة فإننا نعيش عيشة الضنك طبعا تدل العبارة على القيمة العظيمة للقراءة والثقافة وأهميتها عكس كلمة سعادة تعاسى عكس كلمة مكرم مهان عكس كلمة ضنك سع سع عكس كلمة مجدين مغملين ما نوع الأسلوب لكننا نعرف الآن أن الصحة تضيع بأشياء أخرى أسلوب استدراك إذا عشنا بلا قراءة نعيش عيشة الضنك طبعا أسلوب شرط أداته إذا يحفر قبره بأسنانه ما الجمال في العبارة؟ شبه الأسنان بمعول للحفر جامعة الدنيا شبه الدنيا بالجامعة نغرس في نفوسنا عادة القراءة شبه القراءة ببذور تغرس نأتي الآن إلى شرح الفقرة الرابعة وهي بعنوان أهمية الرفاهية وينبغي أن نعتاد الرفاهية فلا نقنع بالدون من أي شيء لا في المسكن ولا في المطعم ولا في المشرب والفنون الجميلة نفسها لا يبعثها في نفوسنا سوى نزعة الرفاهية ونزعة الفهم أو التفخم لجماليات الأشياء فيجب أن نتأنق في الحياة ونعتبر المعيشة فنا جميلا نمارسه بذكاء وذوق والعبرة على الدوام بالنزعة فما دمنا نتأنق في المسكن والمطعم والملبس فإننا نتأنق فيما نقرأ فلا نرضى لأنفسنا قراءة كتاب سخيف أو صحيفة مخلة كما لا نرضى أن نعمل عملا ناقصا غير مطقا إذن الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة هي أهمية الرفاهية فالكاتب ينصحنا باعتياد الرفاهية وعدم القناعة بالدون من أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هات من الفقرة ما يتوافق مع الحديث الشريف قول الكاتب كما لا نرضى أن نعمل عملا ناقصا غير مطقا معنى كلمة الرفاهية هي رغد العيش الدون بمعنى القليل والخصيص والرذيل يبعثها بمعنى يرسلها سخيفة بمعنى تافهة متقن بمعنى جيد وتام نتأنق بمعنى نعتني بأسلوبنا ونختار الجميل النزع معناها الميل للشيء مضاد كلمة نقنى أي نجشع يعني يصيبنا الجشع عكس الدوام الإنقطاع لا يبعثها في نفوسنا سوى نزعة الرفاهية أسلوب قصر ونعتبر المعيشة فنا جميلا ما الجمال في العبارة السابقة شبه المعيشة بفن جميل نأتي الآن إلى شرح الفقرة الأخيرة بعنوان الإحسان يجلب السعادة ولا بد أن نعتاد معاشرة الناس بالحسن والمعروف خاصة مع عائلاتنا حتى لا نعيش منغصين حاسدين محسودي فيذهب مجهودنا العصبي في غير ذي فائدة أو في غير فائدة وتزيغ أبصارنا عن طريق الخير والمنفعة وفي كل منا غرائزه وأهواءه إذا استسلمنا لها أنهكت قوانا واختصرت أعمارنا وعشنا حياة لا معنى لها فلا بد أن نعود أنفسنا عادات الاعتدال فيها حتى تتوافر لنا من أبداننا قوة تمكننا من تحقيق الغايات العليا من المنفعة والتمتع بالمتع الأنيقة السامية التي لا يستطيع غير الإنسان أن يتمتع بها لأنها من دلائل كرامته وبرهان رقيه وأخيرا علينا أن نرتب حياتنا ونستثمر أوقاتنا إلى أقصى ما فيها ولا يتيسر ذلك لنا حتى نعود أنفسنا عادات حسنة في الدخار الوقت والمال والصحة ونوفر منها للدرس والسياحة ومنفعة الناس والعمل لرقي المنظومة الاجتماعية التي نعيش بين ظهرانها بترقية العلوم والفنون والتفكير إذن الفكرة الرئيسية لآخر فقرة هي الإحسان يجلب السعادة ما النتائج المترتبة على خضوع الإنسان لغرائزه وأهوائه يؤدي ذلك إلى إجهاد قواه واختصار عمره ويعيش حياة لا معنى لها معنى كلمة معاشرة مخالطة منغصين أي مكدرين تزيغ بمعنى تميل سامية بمعنى راقية أو رفيعة البرهان هو الدليل غرائز بمعنى شهوات أنهكت بمعنى أجهدت وأتعبت نستثمر بمعنى نستغل العلاقة بين كلمة دلائل وبراهن هي علاقة طرادف عكس كلمة المعروف المنكر عكس الاعتدال التطرف والإفراط عكس السامية الدنيئة عكس كلمة رقي تأخر وتخلف طبعا في عنا بعض المشتقات مثل كلمة حاسدين وهي عبارة عن اسم فاعل بينما محسودين عبارة عن اسم مفعول كلمة أقصى عبارة عن اسم تفضيل لأنها جاءت على وزن أفعال كلمة الأنيقة هي عبارة عن صفة مشبهة ادخار الوقت ما الجمال في العبارة؟ شبه الوقت بشيء مادي يدخر التمتع بالميتة الأنيقة أو بالمتع الأنيقة شبه المتع بإنسان أنيق إذا استسلمنا أنهكة قوانا أسلوب شرط لا معنى لها أسلوب نفي نأتي الآن إلى حل أسئلة الدرس نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي ما الموضوع الذي تتناوله ما قالت؟ كيف نعتني بأنفسنا؟ طبعا هو موضوع اجتماعي ما الذي يهذب الإنسان ويجعله ناضجا في تصرفاته؟ هي الثقافة والقيم ماذا يمثل سلوك الميل إلى الرفاهية في العيش؟ يمثل تذوق جماليات الحياة ما الأشياء التي يجب أن يحققها الإنسان كلما تقدم به العمر؟ أن نربي أنفسنا ونعودها منذ الصبا عادات تلزمنا مدى الحياة ذكر الكاتب بعض العادات السيئة التي تتعارض مع الحياة الكريمة نذكرها من هذه العادات السيئة إضاعة الوقت في المقاهي والكسل والتراخي وأيضا مخاصمة الناس والنزاع المستمر مع الآخرين هناك أمور متوافرة للناس جميعهم ولا ينبغي تبديدها ما هي؟ الوقت والصحة والفرص متوافرة لجميع الناس ما مصير الإنسان الذي يعيش مستسلما لغرائزه وأهوائه؟ طبعا تنهك قواه ويختصر عمره ويعيش حياة لا معنى لها ما دليل رقي الإنسان وسمو ذوقه في عيشه؟ دليل ذوق الإنسان أو رقي الإنسان وسمو ذوقه في عيشه هو اعتبار المعيشة فنا جميلا والتأنق في المسكن والمطعم والملبس ويتبعه تأنق في اختيار ما نقرأ الفشل في الحياة سببه ممارسة عادات سيئة نبين ذلك طبعا ممارسة العادات السيئة تقصي الإنسان عن التمتع بالحياة الهادئة المستقرة وينقضي عمر الإنسان وعقله لم يتهذب بثقافة ولم ينضج بقيام في المقالة إشارة لأهمية القراءة في حياة الإنسان نوضحها ذكر الكاتب أن الميزة الحقيقية التي تميز الإنسان عن الحيوان أنه مكرم مثقف وإذا عاش بلا ثقافة لا يقرأ ولا يفكر فإنه يعيش عيشة الضنك والعدم لماذا حضر الكاتب من القناعة بالدون في من أي شيء؟ لأننا نعيش حياة واحدة فلماذا لا نسمو إلى كل ما هو راق ومميز؟ كما أن القناعة بالدون يدفع الإنسان إلى الدون حتى في الثقافة والرضى بالنقص وهذا ما لا يجب أن يكون عليه الإنسان الجسم الإنساني سريع الطاعة للعادة نذكر خمس عادات حسنة يمكن أن نعود أنفسنا عليها ادخار الوقت والمال وحب القراءة وممارسة الرياضة ومنفعة الناس وزيارة الأرحام إلى آخره الإنسان مخلوق المكرم لا يلهث خلف غرائزه وأهوائه نوضح ذلك لأن الإنسان إذا استسلم لهذه الغرائز عاش حياة لا معنى لها نوضح جمال التصوير فيما يأتي وهو قاعد كأنه الماء الآسن شبه الإنسان الخامل الكسول بالماء الآسن الذي لا ينتفع به إنا من الناس من يحفر قبره بأسنانه لكثرة نهمه طبعا هذه الصورة توحي بالآثار السيئة لكثرة تناول الطعام والنهم على الصحة أو على صحة الإنسان كمن يحفر قبره بأسنانه نستخرج معاني المفردات الآتية من المهجم تزيغ بمعنى تنحرف الضنك هي بمعنى البؤس والشقاء مدارج بمعنى مسالك نحاكي العبارة لا يتيصل لنا ذلك حتى نعود أنفسنا عادات حسنة لا يتحقق لنا النجاح حتى نحذف اليأس من قاموس حياتنا نعرب الكلمات التي تحتها خط يزداد المرء بتقدم العمر حكمة طبعا كلمة المرء عبارة عن فعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره العمر عبارة عن مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة يجب أن يعتاد الإنسان العادات السامية العادات عبارة عن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة على الفتحة لأنه جميع مؤنث سالم السامية عبارة عن نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما سبب كتابة الهمزة في كلمة أصدقائه على وعو؟ طبعا لأن الهمزة مضمومة في وسط الكلمة وما قبلها الألف هي ساكنة فبالتالي جاءت الهمزة على وعو أصدقائي العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة، إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد